فقرأ سبت من بيروت كل نصايح غذائية لنعيش حياة صحية مثل ما بيقولوا واليوم بنحكي عن الحالة الوين هو ببوز عند النساء؟ الاندروبوز عند الرجال؟ شو أسبابها ومضعفاتها مع اختصاصية التغذية؟ فانسة خصوم هاي فانسة هاي كيفكن سبايا؟ كيفك؟ نحا نحا نحاكت عجبني أخدت الموضوع من الجانبين يعني للنساء والرجال يعني ممكن يعانوا كمان صح نسمع لي ما أنا النصائح لازم تنعطى للنساء ابتداءة من عمر الخمسين سنة تقريبا لمحيرة بتعوارد المينو بوز بس مننسى دايما أن رجال كمان بيكبروا بالعمر وكمان عندهم نفس العوارد واليوم رح ندوي على هالموضوع يلي هو الاندروبوز أو بيسموه مان بوز مش مينو بوز هاي هي سم اليأس عند الرجل كمان خلينا نعرف عنه إن كان مينو بوز للنساء أو حتى الاندروبوز للرجل اوكي شو هي المينو بوز وقتالي بيبطل الجسم بطل في راقل بيبطل في الدورة الشهرية عند المرأة وعند الرجل كمان بتتمحور حول إذا بدك بتخف نسبة تصنيع الأرمونات هاي دا هو اللي بوصلنا للمينو بوز يعني هو المينو بوز عواردة هني إذا بدك هبات سخنة تعصيب سترس من الصح بيزيد الوزن بيصير فيها شاشة العدم وغير إشياء رح نطرق لها ساحة ديبريسيون بالنسبة للرجل كمان نفس الشي لاندروبوز نفس العوارد ولكن اللي بيختلف فيه سبب شو أسباب الوصول لاندروبوز أو المينو بوز وطريقة يعني الحلول في مأكلات خاصة للرجل مأكلات خاصة للمرأة وفي مأكلات وعيدات أكيد لتنين سواء يعني ما في مهرة لأنه كتير بيتقربوا على بعض مضبوط فالنسا في مجموعة صور رح منشوفهم هلأ نحن وياك ولمنشاهدين ونعلق على الموضوع هيدا أول سلايد أنا حبيت اليوم ركز على الأندروبوز أكتر من المينو بوز بس لأذا في رجال عم يتسمعوا لنا يكونوا أزين صاغية وإذا في نساء رجالكم منهم عم يتسمعوا لنا تعرفوا إذا عصب أو نربز شو نعمل شو ندخل بأكله لا يخفف التعصيب تتيروقوا يروقنا لا كان أولا لازم نعمل سبار هلأ رح نفوت ضمن النصائح بالآخر على الأشياء الأهم على الأشياء المهمة كلها والمأكلات بس أولا نبلش بالعيدات عطول السبار كتير مهم والمحافظة على وزن سليم كتير مهم بيطلع السترس كمانا بيطلع السترس وبيخفف من الأرمونات التعصيب هلأ السيروتونين اللي بتطلع تخيير نحس بالسعادة هيده ممكن تحارب كمان التعصيب بفترة معينة بس بديقوله هون انه سبار لازم ينبلش بعمر صغير مش انه نقرر نبلش على الخمسين لأنه كل ما بلاشنا بكير أولا كل ما أخرنا سن المينوبوز أو الأندروبوز لأنه منحافظ عضل أكتر منحافظ على انرجي أكتر هيدا الشي بيخير الجسم يدفوش عمر المينوبوز لأأخر بلوس الرياضة يعني مفروض تكون خلال الحياة أو رحقول قبل بعشر السين ما أوسع المينوبوز بس كل الأحوال نحنا اليوم الأشخاص اللي وصلت عن المينوبوز وأندروبوز مش ميطة ما نعمل سبار اللي يزم نعمل سبار بتخفف من هبات السخين كمان كمان دونك هون عم نحكي عن شو الفرق بين الرجل والمرأة وشو اللي بيساعدنا بالأخص للرجل أصدق أولا للمرأة المأكلات اللي بتساعد عتخفيف عوارض المينوبوز هي الفايتو أستروجين وقتل نحكي هي كل المأكلات الطبيعية يلي مش ما عملها شي منا بروسس منا معمول بي علب ولا ملحة أكتر شي عم نحكي عن السوية ومش تقاته يعني السوية بينز لقي دمامي زيت السوية كمان زيت السوية حبوب السوية حتى جبنة السوية ولحمة السوية والفنل الفنل يعني صراحة نسيت شوهي بالعربي برجع بجوب لكم اسمه بس هي عشبة كمانة هي عشبة مصبوطة هي عشبة كتير كمانة بتحتوي على الفايتو أستروجين البصل والقارليك التوم هولي كمان معروفين قداب ينطفوا الجزء من الدوكسين هو دي للنساء بالأخص للرجال لازم نعلي الكوليستيرال هلأ في كتير رح يتفاجأوا إنه معقول بديك تعمينا كوليستيرال نحنا عم نقول بدنا ناكل الكوليستيرال الصحي يلي هو موجود بالسومو بالشرمس اللي موجود كمان بصفار البيت بس أكيد بيأتي ديل وننتبه إذا معنا كوليستيرال إنه ما نتعدى البيتين عم نحكي أنا كل أربعة وخمسين من كفة الأستيوبروز لكن هوني أنا بوصل شوي عا كيف بدنا نصلح العوارض الممكن نوصلها مثل الأستيوبروز اللي هي ترقق العظم ترقق العظم أربعة أشياء لازم نعملها أولاً هي مرأة معرضة أكتر كمان لها الحال بفترة المينوبوس أنا اليوم كمان عم بشدد على الشخصين على الميل والفيميل لأنه اثنين نفس الشي خاصة بقصة هشاشة العظم كمان الرجو معرض إنه يتكسر الورق وكل يعني نفس بنفس الطريقة مثل المرأة لن نتفيدة منزيد نسبة الكالسيوم ليه لأنه الكالسيوم اللي بيمتصه بالجسم هو الأستروجين ونحنا خفى الأستروجين كتير بجسمنا ضروري نعطي بدل الألف ألف وميتان ميلي جرام بالنهار بنفس الوقت بدنا نخفف الكافيين لأنه إذا كنا عم ناخد الكافيين مع الحليب ما عم نمتص الكالسيوم متل ما لازم أو بالقليل اللي لازم يكونوا بعاد عن بعض مش مخلوطين ببعض تاليتان بدنا نعلي لحبوب كل شي بينز الفاصولية البازيلا الحموس بس كمان بالمقابل بدنا نخفف الحوم الحمرة يعني إذا نعمل الفاصولية مع لحمة فاصولية وبرز لازم تقول لحمة بلع لحمة كرميلة نعلق امتصاص الكالسيوم من الحب أوكي هاي دلالوستيبروز لأن النفخة بلوتينك نسمع كتير نفخة وكبر بطني ونفخة هلأ النفخة أكتر شي بيحاربها هي سوائل هلأ متل ما نبين بسلايد هون بدنا نكتر الماء كتير بلوس الماء بتعلي ميتابوليسم بذكركم إذا شربناك ببيتان ماء عريق عم نعلي ميتابوليسم 25% يعني عم نحروق كتير أكتر كالوريز نعمل هالإفار كرميلة نشرب الصبح منعلي البارسلي يعني عم نحكي البقدونس الأسبرج يعني الهليون الأرضي شوكي كل هالخضرة الخضرة بتساعد ع إذا بديك إنشيل الماء المخزنة بالجسم ننتبه هون عشغلة إيدراتاتشون غير الريتانشون يعني احتباس الماء غير رتوبة الجسم بالماء نحنا هون عم نحكي عن تخفيف احتباس الماء وزيادة رضوبة الماء بالجسم هلأ كمان منزيد الايس تي بالسلايدي اللي قبلها بعد مبيان شغلتان مهمين بدل ما نشرب شاي سخن نشرب شاي مسقع هيدا أكتر شي للهوت فلشز يعني كل شي هبات سخنة للهبات سخنة مثل ما قلنا منخفف في واحدة قفينها ها بركة نجعل فور نجعل فور لكن نحكي عن إيس تي الشاي ناخد الشاي مسقع كمان هيدا بيخفف النفخة والفويك والخضرة أكيد وإذا طبخنا الفويك والخضرة بتساعد أكتر خاصة اللي بيعملوا نفخة من الأليف منكفة هوت فلشز هون كمان المقصد الهبات السخنة أولا بدنا نخسر نسبة الدهون الزايدة لأنه الدهون بكل بساطة بتزيد إحساسنا بالشوب الشوكولات كمان يعني وقتل ما نحس إنه بيعبقى ما نلتجي إلى الشوكولات خاني نلتجي على إشياء مسقعة لأن الشوكولات كمان بيفرز هرمونات بتخلينا نشوي بالزيادة القهوة كمان نخففها والحر على كل أنواع الحر والبهارات أفضل نخففها تكرر نحن مش عم نقول نوقف هالمأكلات عم نقول نخففها إذا كان فيه هالعوارض بالزيت منكفة زيادة الوزن زيادة الوزن كمان معروف إنه بدنا نزيد الأليف الكاملة بدنا نزيد الماء نزيد الفويكة ونزيد الحركة هلأ هون لازم نعرف إنه عند الرجل أكتر من 30% من الرجال بفوق الخمسين سنة بيتعرضوا للأندروبوز ممكن هني يعترفوا فيها ممكن لا مشان هيك هون ضرورة نرائب شوي شوف إذا جوز رجالنا بتصرفاتنا شو بهون إذا معصدين أو لا ونتأكد نزيد هالمأكلات الصحية ونتبهي على برريلو يعني مش قلنو مش ضروري لا لا ما تقوليلو إذا قلتيلو بعصب إذا قلتيلو إنت أنت أنت نفس كيف لو قلت أنت 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 كارسة والآخر الثلاث الثلاث يعني تنرفز والتعصيب والإكتئاب بالأخص لكن هون الشوكولات يرجع بين بين سمح كمان بيتواضع بذكر نحنا عم نلحق السمتوم عم نلحق شو عم نحس مش جنرال مش منوقف كل شي حسب شو عم نحس بوقت التريبتوفان اللي موجود كمان بالشوكولات موجود بكل الحبوب الكام اللي خاصة الأوتس يعني الشوفين الداند اللي كتير منيح يعني إحنا مننصح نركز أكتر ع الداند بعد عمر الخمسين الأوميغا تروى كل السومون والشرمس والأمور والوالنوت شيا سيدز والفلاكس يعني بذر الكتين وبذر الشيات نينيتهم وضع كلمة نخفف نسبة الدهون مش العالية شكرا لألك بانسا حلو الموضوع اليوم مهضوم هيك بهم كتير من السيدات والرجال كمان إن شاء الله نشوفك الأسبوع اللي جاي مع موضوع جديد أكيد بريك ونرجى نتابع آخر فقرة مع المصمم قابي صليبة خليكم برفتنا